لما الذوق العام يصير يميل نحو الموسيقى الجديدة والصاخبة طرب الايام الجميل يصير اشبه بقطع الذهب مرمية على احد رفوف المنزل وقتها بتبقى مسؤولية رواد الثقافي والفن بالمجتمع انه يذكر الجمهور بحلاوة وطعمها الفن العتيق لهيك كانت امسية تراثنا تبرنا بالمركز الثقافي بالعدو لتعيد الجمهور للطرب الماضي جميل نحن اليوم تواجدنا هو عبارة عن امسية الاحياء امسية الثقافية وتراسية تعنى بالتراس السوري والطرب السوري والشامي والحلبي بحزات وين لا طبعا لازم نحن نضل نعيد تراثنا ونغنيه يعني مشان نضل اجيال يعني تعرف انه نحن عنا تراث عريق وجميل ورائع نحن ندعينا العيل الامسية بالتعاون مع المركز الثقافي بالعدوي ومعنا مشاركة مجموعة من الموسيقيين ومع مطربنا اليوم ان شاء الله ربيع ربيع ابراهيم لحنا نتم نعمل اغاني الدراسية والاغاني القديمة المعروفة يعني وان شاء الله بتنالك عجاب الجماهير لا على اقل للشيء الجديد اللي يطالع نعرفهم احنا بدراسنا القديم نعرفهم باي الاغاني اللي احنا تربينا عليها فانبتبنا نكون في تظاهرة اكتر من هيك يعني طبعا هذه الامسي بعنوان تراثنا تبرنا هي امسي تراثي تعبر عن الموسيقى السورية الاصيلة التي يمتاز بها شعبنا السوري هذه الامسي تعبر عن الاصالة في الموسيقى تعيدنا الى ماضينا العريق الذي نحنو اليه دائما ساعة من الوقت كانت كفي ليلة تلامسها الامسية ووجدان كل مين حضر وتخليه لسه متذكر انه الفن الجميل ما بموت ترجمة نانسي قنقر